صلوا 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 على رسول الله صلوا 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 على رسول الله السلام عليكم أيها الجائعات معكم أميما على قناة وصفة ناسمال للوصفات الطبيعية سعى التوب لقائكم عزيزاتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في يتم الصحة والعافية اليوم لن أقدم أختي الكريمة وصفة في هذا الفيديو فقط أريد أن أنوه إلى شيء وهو الفرق بين السانوج وحبة البركة فهناك الكثير من الفتيات والسيدات يسألني في صندوق التعليقات على ما هو السانوج والفرق بين السانوج وحبة البركة في هذا الفيديو سأوضح هذا الأمر لكي تكون على هذه هي حبة البركة شكلها على شكل حبة عدس على شكل حبة عدس تكون على هذا الشكل هكذا أما السانوج وهو يكون على هذا الشكل فهو صغير جدا وشكله شكل حبات السمسم أو الجنجلان يكون على هذا الشكل فهو صغير جدا جدا هذا هو شكله فهناك الفرق شاسع وكبير جدا بين السانوج وحبة البركة فهناك الكثير والعديد يعرفنا معظم السيدات يعرفنا السانوج على أنه حبة البركة أو يقولنا له على أنه حبة البركة فلا أختير كريمة فالسانوج لوحده وحبة البركة لوحدها السانوج يكون على هذا الشكل صغير جدا حباته صغيرة وأما حبة البركة فهي تكون على هذا الشكل فالفرق واضح أختير كريمة هذه هي حبة البركة وهذا هو السانوج أتمنى أن أكون قد شرحت لك أختير كريمة جيدا وعرفت الفرق بين السانوج وحبة البركة شكرا أختير كريمة على المتابعة وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله شكرا أختير كريمة